اشتركوا في القناة لإرساء السلام والتعايش وأسس الأمن عبر تمني آليات وبرامج تنهي كافة الأزمات والنزاعات بما يمكن الأمم والشعوب من المضي قدما في مشروعات التنمية وصولا إلى تحقيق أهدف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قال بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للشباب 2017 والذي يحمل شعار سلام من صنع الشباب لقد حرصت مملكة البحرين منذ زمن طويل على دعم الجهود والمبادرات والأنشطة تجاه تعزيز السلام العالمي وتحقيقه حتى باتت بفضل الرؤية السليمة والثاقبة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ركناً أساسياً في عملية تحقيق السلام العالمي انطلاقاً من تاريخ المملكة الحضاري العريق القائم على التعايش السلمي والانفتاح على الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم العدل والتسامح وحماية التراث العربي والإسلامي والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية وأضاف سموه أن تخصيص الأمم المتحدة يوماً للشباب الدولي هو اعتراف عالمي رفيع المستوى بالدور الحيوية الذي يقوم به الشباب في دعم التنمية المستدامة في العالم بالإضافة إلى تحقيق السلام العالمي فهناك يقين متزايد من قبل الدول العالمية بضرورة إدماج الشباب في جدول أعمال السلام والأمن على نطاق أوسع باعتبارهم عنصراً أساسياً في بناء السلام واستدامته ونجاح الجهود الدولية للمحافظة على السلام وإحلاله عالمياً وقال سموه يعتبر الشباب المحرك الأساسي لعمليات السلام ومبادراته إذ يمكن أن يؤدوا دوراً رائعاً في ردع الصراعات وحلها وبناء السلام الشامل والعادل بين جميع الدول علاوة على تشكيلهم لتجمعات تمثل ضماناً لمنع الصراعات والتحول فضلاً عن الإدماج والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام وتابع سموه يلعب الشباب العالمي في وقتنا الحالي دوراً هاماً في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب ورض كافة أشكال العنف في العالم لتأتي أهداف التنمية المستدامة لتؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام العالمي بمنءاً عن الشباب ولا يمكن أيضاً الوصول إلى التنمية المستدامة في العالم بدون السلام والأمن وأشار سموه عندما تحدثنا بأن السلام يمكن بناؤه فإننا على يقين أن خير من يقود بناء السلام هم الشباب إذ يشكلون أكثر من نصف تعداد العالم وهم يتسلحون بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة الهائلة على التغيير والإبداع ونحن في اليوم الدولي للشباب يمكننا توجيه طاقات الشباب من أجل رسم الطريق المؤدي إلى السلام وأن نقدم المبادرات التي من الممكن أن نصنع منها السلام وعلينا العمل على تكوين رؤية معاصرة لدور الشباب في صناعة السلام خاصة في هذا العالم المليء بالنزاعات والصراعات ليبقى الشباب هم المحرك الأساسي لكافة قضايا العالم والساعي إلى بناء عالم يسوده السلام ويتجه إلى إحلال التنمية عوضا عن النزاعات التي تعصف بالعالم وتهدر مقدراته وإمكانياته وذكر سموه لإنجاح مشاركة الشباب في عملية السلام بالعالم لابد من وضع آليات واضحة لمشاركتهم في حل الصراعات والنزاعات بوجود دور حقيقي لهم في عملية السلام يمارسون من خلالها حقوقهم في تقديم أفكارهم نحو إحلال السلام وعلى جميع الدول تقبل تلك الأفكار والعمل على حلها فشباب العالم حاليا يريد أن يكون مصدرا لصناعة السلام في العالم وحل النزاعات والصراعات يتمكن بصورة واقعية من الانتقال بعالم يسوده العنف والتطرف إلى عالم يحضر فيه الإدماج والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام والتعايش السلمي وحرية المعتقدات وهي الأمور التي نراها مناسبة لرؤية عالم متحضر ومتعايش ووجه سموه رسالة إلى الشباب البحريني قائلا أيها الشباب البحريني الأبي نود أن يكون هذا اليوم يومكم أيضا كي يكون فعلا علامة فارقة في نطج الوعي والنهوض لحمل المسؤولية وكل في موقعه مطالب بالتفاعل مع أقرانه من دول العالم لرسم ملامح مستقبل العالم عبر السلام والأمن والمشاركة الفاعلة في طرح الأفكار التي تؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والذي يقود إلى انصهار الجهود في بوتقة واحدة لإرساء التنمية عوضا عن الحروب والنزاعات التي لا تجلب للعالم إلا الويلات والدمار وصل الشباب البحريني إلى مكانة رفيعة على المستوى الإقليمي والدولي ما يؤكد أهمية تدور الشباب في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة عبر مسيرة مضيئة حافلة بالتطورات المشهودة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدى وتعكس الإرادة الملكية في تمكين شباب البحرين في ظل توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مماثري جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية إلى تقديم المبادرات الشبابية لضرورة استثمار طاقات الشباب وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصص يوم الشباب الدولي لعام 2017 للاحتفال بمساهمات الشباب في منع الصراعات وتحول فضلا عن الإدماج والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام تحت شعار سلام من صنع الشباب وذلك التزاما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والتي لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن إن الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية في سقل القدرات الشبابية أفرزت كفاءة بحرينية في مجالات البناء الوطني كافة سعت لرفع اسم المملكة عاليا معززة بالقيم البحرينية الأصيلة التي تقوم على التسامح والتعايش ويعد المجتمع البحريني مجتمعا شابا ويضع ثقته في شبابه باعتبارهم مصدر الإبداع والابتكار لذا تحرص المملكة على توفير البيئة المواتية لهم وعززت وزارة شؤون الشباب والرياضة تعاونها مع الشركاء الأقليميين والدوليين تدعيما للرؤية الملكية السامية بأن يتواجد الشباب البحريني على السحتين الإقليمية والدولية بالصورة التي تتناسب مع قدراته لذا فقد احتضنت المملكة العديد من الفعاليات الشبابية التي تؤكد على تعزيز قيم السلام منها مؤتمر الشباب الدولي الذي أقيم تحت شعار شباب السلام والذي استضافته المملكة في العام 2013 بمشاركة ستة وثلاثين وفدا من مختلف دول العالم كما نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة فعاليات نموذج جالسات الأمم المتحدة لطلاب ثمان وثلاثين جامعة من مختلف الجامعات المحلية والعربية لمحاكاة الجامعية العامة للأمم المتحدة والمجالس التابعة لها بالإضافة إلى المؤتمر الدولي للشباب الذي تطور خلال السنوات الماضية حتى أصبح أحد المحطات المهمة التي توفر الفرصة الحقيقية للشباب البحريني للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات ومن المبادرات التي تؤكد رغبة المملكة في تطوير الشباب حول العالم تحتل جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي مكانة متميزة حيث تهدف هذه الجائزة إلى تنمية المهارات الشابة وتقدير المواهب والكفاءات المتميزة وتوفير المناخ المناسب للشباب المبدع لإبراز جهودهم وقد حققت هذه الجائزة نقلة نوعية على صعيد عدد المشاركات وعدد الدول التي وصلت إليها الجائزة خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر